أهلا بكم بالقصر الرئاسي بيلي بروفيل أجرى جلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء مباحثة مع رئيس جمهورية القابون علي بونجو أون ديمباي سعرض خلالها وضع الشراكة الثنائية في شتى المجالات المباحثات التي توسعت لاحقا لتشمل مسؤولين مغاربة وقابونيين كانت مناسبة أيضا للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية بين البلدين الصديقين وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوي القائم بين الشعبين روبرتاج عبد الرحيم بوحديبي والتحرير لعبد الحافظ المنور بالقصر الرئاسي في لي بروفيل عاصمة القابون جلالة الملك محمد السادس ومع فخامة سيد علي بونجو أون ديمبا رئيس جمهورية القابون يجري مباحثات همة تأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة والمتجدرة بين المغرب والقابون وأواسر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين الشعبين مباحثات توسعت لتشمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقية والمغارب المقيمين بالخارج والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية بالقابون والأمين العام لرئاسة جمهورية القابون وخلال هذه المباحثات استعرض جلالة الملك والرئيس القابونية وضع الشراكة التنائية في جميع المجالات